اشتركوا في القناة ابل تنزلها علشان الدولة نفسها هي المكلمة ابل فانت تكلم مثلا دولتك هل فيها موزعين رسمين الابل هل الدولة حقتك شقلت مثلا تفعيل خدمة من ابل بعض الدول العربية توهة قبل شهرين بشكل ابل ميوزيك عندها توهة معترفة ابل ميوزيك بعض الدول العربية برضو قبل ممكن اقل من سنة توهة معترفة في ابل ابل استور وتفتحها في استور حطت لك اكاونت لحق دولة معينة من الدول العربية أبل ما كانت تعترف فيها الدول الدليل طبعا مش عيب أبل أبل لازم تكون في قوة في نفس الدولة تجبر أبل التخش عندها تجبر السوق تدخل أبل عندها مثلا أنا أقول لكم forums مع نفس السعودية لكن FaceTime تمت سنين ما اشتغلت في السعودية اشتغلت في الكويت اشتغلت في البحرين اشتغلت في الإمارات في السعودية ما اشتغلت لدهوها قبل سنتين تغريبا فمش من نفس الدولة لا قطاع الخاص مثلا هيئة الصلاة ما براضي تشقّلها مع أمريكا أو مع أبل فمش عيب أبل ولا عيب الدولة نفسها القطاع ذي الخاص لحق اللي يتكلم أبل لشان يعطيها لبروف أو دخلة عندنا مش مهتهم بذي الشي طبعا تكلموا عنا خصوصية ما خصوصية لكن شقّلوه إنها يحلو وزيدكم من الشعبية مثلاً الإيسم الإيسم نفس القطاع يعني بزارة تقريباً هيئة الصلاة نفس القطاع يعني الحق الفيستايم وهيئة صلاة لحق الإيسم الإيسم ما تشتغل خلّنا أكثر من سنة وبرضو الإيسم كان مشتغل في الكويت ودول العالم كلها اللي في السعودية هو مشتغل قبل شهرين تقريباً فالقطاع هذا ضعيف في السعودية مثلاً لكن نجح مثلاً وزارة أو هيئة الدواء والقضاء مثل ما نشوف هذا الخبر حين هيئة القضاء والدواء هي نفسها هيئة ذي نفس الوزارة مثل ما نشوف هيئة القضاء هيئة العامة للقضاء والدواء في المملكة السعودية باعتبارها الجهزة الطبي خلاص هي قررت أن الإي سي جي قررت أنه خلاص ينزل عندنا ويعتبر جهاز طبي فكلمت أبل وخلاص اعترفت أبل وشقلتها لهم فلازم الدولة نفسها اللي عندك أنت إيهة تجبر ذي الشيء إيهة لتشقل ذي الشيء طبعاً أوكي حدثوا لك السيريس 1 طبعاً ما يشقلك السيريس 1 الإي سي جي لا السيريس 4 و 5 يريد أن يخب tail head 분�uk لكن لم يزثوا دقيعة القلب ليس فرق بين دقيقة القلب وفي فارق بين الإي سي جي دقيقة القلب هذا البرنامج مثل ما نشوفه هذا هو البرنامج اللي بين الألف الى quarters دقيقة القلب العادية موجودة على جميع الاجهزة أو جميع البلو ووتي من酢 لكن الإي سي جي هذا البرنامج هذا مع البلو watch 4 و 5 اللي تكون من الخلف لو تشوف الخلف يكون عندك نفس الخيار أو نفس الدائرة الموجودة مثل ما نشوفه شفت كيف هذا الزجاج وبدأ الخيار هذا مبعد أبل وأبل مش مسموح لها تدخل الأي سي جي في أي دولة إلا الدولة نفسها القطاع الخاص من القطاع الصحي من أبل أو من السعودية كلم أبل وش تغلت مثلا القطاع الصحي الصخي الصحي في المرات في البحرين في مصر في جيبوتي في السودان في المغرب ما كلم أبل ما شقلتها بس يعني مثلا نحن أبل ستور تغريبا في السودان مش مشتغل هل عيب أبل؟ السودان نفسها هي لو تكلم أبل تقولها شقلي كدولة مع شركة تكلم تشتغل عندها بس شي طبيعي يعني إذا حاجبتها وما اشتغل ليش؟ ليش الدولة مبر تكلم الشركة نفسها يعني الحج بدل موجودة حين عندكم مثلا مواقع من مواقع مثلا إباحية أو شي في السعودية محجوبة ليش محجوبة؟ هل عيب الموقع؟ مع أن المثال أصلا مبجا بس أنا أفهمكم جاهدان لا الدولة نفسها حاجبت الشيء ففي النهاية النظام الجديد الابل واتش الواتش او اس 6.2.5 نزل الآن وشغل لكن بعض الأشخاص يقولون نزلتها بس ما اشتغل عندنا في السعودية صح ما راح يشتغل لما ينزل 13.5 لازم ينزل التحليث 13.5 عندك في الجهاز جوالك ينزل 13.5 عندك وراح يشتغل 13.5 متى بينزل الفيديو الغادم اليوم إن شاء الله راح تشوفون 13.5 متى راح ينزل بس في أفنائة الفيديو لا تنسون اشتراك بالغناء ونشر المقطع وعمال ليك المقطع وتعليقاتكم متحدة تهمني وتشرفوني في سناب شات الابل واتش او شي جديد في الابل واتش لكن حس ان حني في شي لانك تتكلم عنه لكن المهم حق الحلوين ديلي حق الريمبو وقزغزح نزلت لهم فيساتح جديدة اقدر وركم مياه من هنا هذا هم في الابل واتش جديدة طبعا في الاشكال غديمة 2018 نحدث لك 2020 نكون كده السلام عليكم شكرا لكم شكرا